السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء سنتال تعدادي أسعد الله أوقاتكم بكل الخير بكل الحب نلتقي وفي حلقة النهاردة بنحل تدريبات نص فضل العلم من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين ونبدأ بصفحة مية خمسة واربعين وأول سؤال صح أو خطأ تدريب في عشر دقايق ألف بيدعونا الإسلام إلى طلب العلوم الدينية فقط لا طبعا الإسلام يدعونا لطلب العلم النافع علوم الدين وعلوم الدنيا با مراث الأنبياء العلم أيها طبعا عبارة صحيحة يارث العلماء عن الأنبياء العلم النافع جيم طالب العلم في غنى عن العبادة أكيد لا طبعا لأن الله ضمن له الجنة لا طبعا لأن هنا في النص بيقول لنا فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب احنا عرفنا من النص إن العالم أفضل من العابد بس طالب العلم ليس في غنى عن العبادة دال خير العابد لنفسه أما خير العالم فللبشرية كافة عبارة صحيحة السؤال الثاني هات من الحديث الشريف ما تعبر عنه كل صورة من الصورتين التاليتين هو النص حفظ لازم تكون حفظ الحديث الصورة الأولى من الحديث بيقولنا من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة والصورة الثانية صورة العالم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب السؤال اللي بعد كده المعاني معنى كلمة سلكة من سلك طريقا يعني سلكة يعني اتخذ أو صار في طريق يبتغي فيه علم يعني يبتغي يطلب ويريد وعكسها يزهد يزهد في طلب العلم سائر فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب يعني سائر يعني بقية الكواكب أخذ به يعني أخذ به يعني لازمه وانتفع به وعكسها أعرض عنه أخذ بحظ وافر يعني وافر يعني كثير أو كامل وعكسها قليل أو ناقص الملائكة مفرد الملائكة ممكن نقول الملك أو الملائك الصفحة اللي بعد كده 146 اختيار من متعدد واحد من سلك طريقا يبتغي فيه علما ده أسلوب شرط بيفيد تشويق والترغيب في طلب العلم السماوات والأرض كلمتين عكس بعض بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء بيه دعاة الخير مصلحة الأمة ورثت الأنبياء قال لنا إن العلماء ورثت الأنبياء أربعة مراث الأنبياء كما ورد في الحديث الشريف بيورثوا إيه؟ إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا لا دينار ولا درهم إنما ورثوا العلم يبقى مراث الأنبياء العلم النافع خمسة بشر الرسول صلى الله عليه وسلم طالب العلم بيه دخول الجنة أيوة طبعا البركة في المال التوفيق في العلم كثرة الأولاد هو ألنا من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة ستة كلمة علما من سلك طريقا يبتغي فيه علما كلمة علما نكرة ليه؟ نكرة للتعظيم لتعظيم هذا العلم الصفحة اللي بعد كده مية سبعة واربعين من سلك طريقا يبتغي فيه علما اختر الإجابة الصحيحة واحد معنى يبتغي يبتغي فيه علما ينال يطلب يأخذ يبتغي يعني يطلب فيه العلم اتنين مضاد رضاء إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءا لطالب العلم عكس الرضاء رفضا غضبا عصيانا مضاد رضاءا غضبا تلاتة مفرد الملائكة الملك أو الملاك الملك لا الملاك الملك أو الملاك أربعة جمع الأرض أرضيات أرضياء أرضين آه هي جمع الأرض الأراضي أو الأرضين أو الأرضون باء للعلم أفضل كثيرة على صاحبي وضح إيه فضل العلم على صاحبي يسهل له الطريق إلى الجنة ترضى عنه الملائكة تستغفر له كل الكائنات مكانته أفضل من مكانة العابد جيم علل ربط الحديث الشريف بين العلم والجنة ليه بيقول اللي يسلك طريق يبتغي فيه العلم ربنا هيسهله الطريق إلى الجنة لأن الجزاء من جنس العمل وطبعا فيه حث وتحفيز على الاكتهاد في طلب العلم دال وطبعا بيدل على أهمية العلم ماذا يشترط في العالم لكي ينال هذا الثواب والتكريم يشترط أن يكون العالم يكون علمه خالصا لوجه الله ويستخدم هذا العلم لخير البشرية وليس لهدمها ها بيّن رسالة العلماء في الحياة واذكر واجبنا نحوهم إيه رسالة العلماء في الحياة؟ نشر العلم وهداية الناس وواجبنا نحوهم تقديرهم والاهتمام بهم وتوفير لهم الإمكانيات للاستفادة بخبراتهم ووضح الجمال وطبعا أي إجابة قريبة من ده هتخذ الدرجة كاملة واو ووضح الجمال في قول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم إيه الجمال في التعبير ده؟ ده أسلوب مؤكد بإيه؟ إن الملائكة لا تضع يبقى أسلوب مؤكد بإن والله وده تعبير جميل بيدل على رضاء الملائكة عن طالب العلم طيب ما فائد التنكير كلمة طريقا؟ من سلك طريقا؟ أي طريق؟ هنا التنكير بيفيد نكرة للعموم والشمول أي طريق؟ طيب إيه قيمة التعبير؟ حتى الحيتان إيه قيمة التعبير ده؟ ده تعبير بيدل على حب وتقدير جميع المخلوقات لطالب العلم طيب هتلنى من النص كده من حفظك ما يدل على المعنى التالي إن منزلة العلماء تعلو منزلة من يكتفي بالعبادة فقط لازم تكون حافظ النص هنقول وفضل العالمي على العابدي كفضل القمر على سائر الكواكب السؤال اللي بعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل العالمي على العابدي كفضل القمر على سائر الكواكب على سائر جره مجرور الكواكب دي مضاف إليه؟ هو بيقول لنا أعرب ما تحته خط يبقى كلمة الكواكب دي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة وإن العلماء إن حرف ناسخ العلماء اسم إن ما لهم العلماء ورثة يبقى دي الخبر خبر إن مرفعوا علامة رفعوا الضمة ورثته الأنبياء هنا بيقول لنا مرادف سائر سائر الكواكب يعني سائر بقية الكواكب إن العالم عمل زي الأيه؟ الأمر والعابد الكواكب وفضل العالم على العابد كفضل القمر القمر طبعا أفضل من باقي الكواكب مضاد وافر وافر يعني كثير يبقى عكسها قليل تلاتة مفرد ورثة وارث جامع العابد العباد والعباد والعبدة باء لماذا يدعونا الحديث الشريف لطلب العلم؟ ليه بيطلب مننا إن احنا نتعلم؟ لإن طلب العلم طريق إلى الجنة وبه تنهض الأمم وتتقدم الشعوب طيب ما مراس الأنبياء كما فهمت؟ المراس الأنبياء بيتركوا إيه؟ العلماء بيرسوا إيه؟ برافو العلم النافع طيب ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم؟ فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب لسا أيلين بيشبه العالم بالإيه؟ بالقمر وبيشبه العابد بالكواكب وده تعظيم لمكانة العلم والعلماء إنما وراث العلم أسلوب مؤكد بإنما أو أسلوب قاصر فما خدناش أسلوب القاصر بنقول له أسلوب مؤكد بإنما فيه تعظيم لمكانة العلماء واختص العلماء لأنهم الأقرب والأحب للأنبياء طيب لما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم العالم وله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لما شبه الرسول العالم بالقمر للشمس مش معنى اختر الأمر لأن القمر بيهدي الناس بنوره في الظلام إنما الشمس بتهدي في النور إن القمر أفضل لأنه بيهدي في الظلام والعلم بيهدي الناس من ظلام الجهل لنور العلم يبقى القمر يهدي الناس بنوره في الظلام والعلماء يرشدون الناس من ظلام الجهل لنور العلم طيب ماذا تقول لطالب يكثر في الدعاء والعبادة ليوفقه الله في الامتحان وهو يهمل في مذاكرته ودراسته أقول له الدعاء بعد العمل فعليك أولا بالإجتهاد والسعي والأخذ بالأسباب وعلى الله توفيق وبعد ذلك بعد الإجتهاد والأخذ بالأسباب تطلب من الله توفيق السؤال اللي بعد كده وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض يعني يستغفر هو الأول هنا بيقولنا استخرج ممنوع من الصرف إحنا عارفين طبعا درس الممنوع من الصرف هلاقي عندي هنا كلمة الكواكب صغة منتهى الجموع جمع فوسط وألف وبعدها حرفين وهلاقي عندي برضو كلمة العلماء الأنبياء ودي بتنتهي بألف التأنيس الممدودة اسم ممدود هنا بيقول لنا بقى مراضف يستغفر يعني يستغفر بيطلب المغفرة طيب مفرد الكواكب كوكب جمع حظ جمع حظ نعرف حظوظ فئة تاني آه جمع حظ حظوظ وممكن أحظن أو أحاظن السماوات والأرض كلمتين عكس بعض بينهما برافو صح؟ بينهما تضاد بيفيد بيؤكد المعنى ويوضحه أقول له يفيد تأكيد المعنى وتوضيحه شغال المقصود بأخذ بحظ وافر ده ده اللي خد الحظ النصيب الكبير يبقى هنا المقصود بيها أنه نال النصيب الكامل ويعلى كتب اللي قبلها وده طبعا بيحب كثرة النفع الذي يعود على طالب العلم يعلى كتب اللي قبلها أخذ بحظ وافر هو هنا بيقول لنا من أخذ به اللي هيتعلم ده أخذ بحظ وافر ده نتيجة نتيجة لما قبلها جيم إلى ما تشير كلمة دينار وضرهم دينار ده عملة من الدهب وضرهم عملة من الفض يبقى الدنار والضرهم نوعان من العملة على ما يدل هذا التعبير يدل على قيمة العلم وزهد الأنبياء وأنهم لم يتركوا مال كثير زي الدنار أو مال قليل زي الدرهم لم يتركوا أي مال وإنما تركوا لنا العلم النافع وده بيدل على أهمية العلم طيب علم بما تفسر اختص الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء بصفة ورصة الأنبياء ليه اختار العلماء إن هم يورثوا الأنبياء لأنهم أحب وأقرب الناس للأنبياء فهم يقومون بنشر العلم بعدهم وتبليغ رسالتهم واللي بيارس الإنسان أقرب حد ليه طيب كيف تخدم بلدك وتنفع نفسك بالاهتمام بالعلم الدرس كله بيتكلم عن العلم يبقى بالاهتمام بالعلم والحرص عليه والانتفاع به وتعليمه للناس والاهتمام بالبحث العلمي كي يتقدم الفرد ويتقدم المجتمع ناخد بقى من امتحانات المحافظات وإن العلماء وراثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بيقول لنا هات في جملتين تامتين المقصود بأخذ به يعني أخذ به يعني لازمه اتبعه انتفع به عمل به ولازم تجيبها في جملة عليها نص الدرجة مضاد وافر وافر يعني كثير عكسها قليل برافو حددت الفكرة السابقة الصلة الوثيقة بين الأنبياء والعلماء ايه الصلة موجودة ايه الصلة العلماء ورثت الأنبياء دي الصلة وضح تلك الصلة هنقول له ان العلماء ورثت الأنبياء ويرثون العلم من الأنبياء ويقومون بنشره بين الناس جيم وضح الجمال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ورثوا العلم تركوا لنا العلم ده هنا تعبير جميل بيشبه العلم بشيء مادي يورث طيب ان العلماء ورثت الأنبياء اسلوب ايه اوله ان يبقى اسلوب مؤكد بان والغرض منه تحفيز الأمة تحفيز وتشجيع الأمة على طلب العلم السؤال اللي بعد كده بيقول لنا من سلك طريقا يبتغي يعني يبتغي يعني يطلب ويريد يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة مفرد الملائكة قلنا الملك أو الملاك هنا الملاك الملك لا الملك بفتح المين با ما الذي يدعو إليه الحديث الشريف ولماذا من سلك طريقا يبتغي فيه علما بيدعونا برافو بيدعونا لطلب العلم ولماذا لأنه طريق إلى الجنة ولأن العلم يفيد الإنسان في الدنيا والآخرة وتنهض به الأمم علل يربط الإسلام بين العلم ودخول الجنة لأن الجزاء من جنس العمل وهذا فيه تحفيز وتشجيع على طلب العلم جيم إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاءا لطالب العلم إيه الغرض من التصوير ده ده أسلوب مؤكد بإن واللام الغرض منه التأكيد على رضا ورعاية الملائكة لطالب العلم طيب بما أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول أهو مؤكد بإيه مؤكد بإن واللام وبيأكد على رضا الملائكة ورعايتها لطالب العلم العلماء لم يتركوا أموالا بل تركوا العلم فمن أخذه فاز هو المفروض يقولين الأنبياء لم يتركوا أموالا بل تركوا العلم فمن أخذه فاز اذكر مما حفظت من الحديث ما يدل على هذا المعنى هنقوله إن الأنبياء لم يورثوا لم يتركوا لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر السؤال اللي بعد كده وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب هنا بيقول لنا اختر معنى وافر أخذ بحظ وافر احنا قلنا وافر يعني ايه كثير كثير ونافع جمع سائر سوائر با واحد الحديث السابق حدد الصلة الوثيقة بين الأنبياء والعلماء وضح ذلك ايه الصلة ايه العلاقة اللي ما بينهم الورثة العلماء ورثت الأنبياء بيارثون الايه العلم ويقومون بنشر بين الناس يبقى هم أفضل وأقرب وأحب الناس إلى الأنبياء فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ايه الجمال في التعبير ده بيشبه العالم بالايه بالقمر والعابد بسائر الكواكب يبقى نقوله بيشبه العالم بالقمر ويشبه العابد بالكواكب وده فيه تعظيم لمكانة العلم والعلماء جيم طالب العلم ييسر الله له الطريق طريق الجنة وترضى عنه الملائك هات يلا من النص ما حفظت ما يدل على هذا المعنى هنقول من سالك طريقا يبتغي فيه علما سالك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءا لطالب العلم طيب دال من يطلب العلم بغير تعب أو بذل جهد أتوافقه أم تناقضه وضح معللا كيف تطلب العلم بغير جهد لا أوافقه طبعا لا أوافقه لأنه لابد من السعي والجد والاجتهاد كي علل يلا وضح معللا كي نشعر بقيمة العلم ويترسخ في أذهاننا وبكده يبقى احنا خلصنا حل التدريبات درس فضل العلم من كتاب الامتحان بتمنى لكم التوفيق لايك للفيديو شاير الفيديو لصحابك عشان يستفادوا أشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة